مرحبا بكم مستمعين الكرام معاكم اميرا لوبيري على موجات اذاعة فيواء افم في برنامج افروف ميوزيك كما عودنكم في كل حسة بيش نكتشفوا نجم نجوم افريقيا او نمط موسيقي معروف وكيد لاركم التوقين بيش تعرفوا حياة الفنان اللي اخترنا بيش نحكيه عليه اليوم اللي لقبة بابوى ملك الملوف التونسي الفنان خميس ترنان خميس ترنان تولد سنة 1894 بمدينة بنزرد بالشامل التونسي ينتمي الى اسرة اندلوسية الاصل استقرت اولا بالجزائر ثم انتقلت الى تونس وين كانت تعرف بلقب الغلاب ثم الزاوي لتعرف فيما بعد بترنان وذلك لما عرف به افرادها من جمال الصوت وداخل الطفل الخميس مثل ابناء جيله الكتاب لحفظ القرآن الكريم وكان المؤدب يختاروا لانشاد الهمزية والبردة للشيخ البوسيري في اوائل شهر ربيع الاولي يعني بمناسبة المولد النبوي الشريف لما اشتغر به بين زملائه من حصن الصوت ورقة الاداء وهي عادة جرى عليها اهل تونس منذ القديم ورصدت لها الاوقاف اموالا توزع ليلة المولد النبوي الشريف على المؤدبين وتلاميذ الكتاب القرآنية مقابل قيامهم بترديد الانشيد اتنى به والده الشيخ علي ترنان وحرص على تلقينه القرآن الكريم كما ادخله معه الى الدكان الحياكة سنة 1908 لوافقة لتأسيس مدرسة ابتدائية بن زرت فحرص علي ترنان على ادخال ابنه للمدرسة واغرع بانه سوف يعفى من خدمة الجندية الفرنسية عند احرازه الشهادة الابتدائية كما حرص علي ترنان على مشاركة ابنه خميس اللي برز بجميل صوته في الحفلات الصوفية اللي كانت تقام بذريح الولي الصالح سيد المصطاري نسبة الى المصطار احدى المدن الاسلامية بيوغزلافيا مثل المولدية اللي تعتمد انشاة قصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم للبرزنجي والسلامية نسبة الى الشيخ عبد السلام بن سليم الفيتوري دافين مدينة زليطن الليبية كما شرك عم محمد الترنان شيخ طريقة العساوية في غناء انشيد هذه الطريقة من انواع المجرد والبراول وحتى قطاع الملوف وبذلك تكونت الاخميس الترنان ملكة غنائية ميزته عن شبان الحي وجلبت له اكبار اترابي واسرته حتى اصدقاء والده فاصبحوا يقترحون عليه جلبه معه عند قيمه بالهدوى وهي مصاحبة العريس من مقام سيدي المصطار الى بيته بالغناء الجماعي والفردي على انغام الزرنة والات الايقاع تعرف خميس ترنان الى فرق الترب اللي كانت تأتي الى بن زرت من تونس العاصمة وتقيم حفلات تونسية وشرقية الى ان تعلقت همته بتعلم ايلة الموندولين ثم ايلة العود الشرقي اللي براع فيها ثم اخذ يقلد المشحات والادور الشرقية عن استيوانات الشيخ سلم الكبير والشيخ يوسف المنيلاوي والقصائد والموويل للشيخ سلام حجيزي وعبد الحي حلمي وفيما بعت مكل من اقامة حفلات باشهر مقاهي بن زرت استمر الشيخ خميس في الاستجابة لهوياتي الفنية باقامة الحفلات الى ان قامت الحرب العالمية الاولى فشد الرحال الى تونس العاصمة سنة 1917 لاجراء القرعة اللي تجبره على سفر الى مرسيليا لأداء الخدمة العسكرية ضمن الجندية الفرنسية ولما تأخرت القرعة طال انتظاره بيتونس وستان فدا كل ما اتي به من مال اصطر الى تقديم حفلة بمقهى زمارة قرب منها جسيد البشير بحي بابل الزيرة فكانت المفاجأة اذ نجح الحفل ووصلت شهرة الشاب خميس ترنين الى القصر الملكي فدعا لتقديم حفل بيت الضابط محمد العيد سهر الملك محمد الناصر بي اللي تدخل لاعفاء الترنين من الخدمة العسكرية وفي ذلك التاريخ تعرف الى الفتاة اللي اصبحت فيما بعد شريكة حياته واستقر بالعاصمة عندما تأكد الفنان خميس ترنين من ان زادوا من الفن الشرقي ليك في دخول غيمار الاحتراف اتصل بنادي صديقه عبد الرحمن المهدي وتعرف فيه الى ابرز الفنانين بي بابل الزيرة مثل هديق قمام ومحمد بن مصفى واحمد بن حسين واحفظ معاهم جنبا جنبا من المالوف وتعلم العود التونسي ثم تعرف الى الشيخ احمد الطويل القيرواني اللي احفظ عنه اوفر ناصي من التراث الموسيقي التونسي وبذلك اصبح الفنان البارز في البلاد واصبحت له فرقته الخاصة اللي تتركب من استاذ الشيخ الطويل طويلي بآلة التار الدف وشيخ احمد بطيخ بآلة الراباب في اثناء النوبة ثم قالت الكامنجا بعد ذلك الشيخ محمد الزواوي بن نقارات كما كان يصمم في اعمال الفرقة الاخرى مطربا وعازفا وخاصة من فرقة المطربح بممسيكا اللي كانت تتركب من فنانين ليبيين هاجروا اثر الاحتلال الايطالي ومن المغرب حسن بنان المصري دي استقر بطونس من سنة 1908 الى ان توفيه في الستينة من عمري زادت شهرت خميز ترين ودخل قلوب كل تونسيين بفضل الحفلات اللي كان يقيمها صباح يومي الاحد والجمعة بمقال مرابط بسوق الترك بالعاصمة مع فرقته واصبح يأمها الفنانون والأدباء من المدرسين الجيمعة الزيتونية واعيان التجار اللي وجدوا فيها المتعة مع التعلق بالتراث اثقافي التونس العربي الاسلامي اللي كان مهدد من الحكومة الاستعمارية والكنيسة اللي قروا بإقامة المؤتمر الافخارستي والاحتفال بمرور خمس سنة عاما على قيام الحماية الفرنسية في تلك الفترة سفرت ترنين مرتين الى برلين وسجل عدد استيوانات مع شركة بيضافون كما سفر الى مدينة قسنطينة بالجزائر مع عازف الكامنجة الشهير خيلو الصغير واقام عدة حفلات زدت في دعم العلاقات الفنية بين البلدين الشقيقين وسفر زادة الى مدينة نيس بفرنسا وقدم حفلات بالمطعم اللي كان يديره السيد محمد جمال وفي سنة 1932 سفر الى القاهرة ضمن الوفد التونسي الى المؤتمر الاول الموسيقى العربية باشراف العلمة محمد عبد الوهاب حسن حسني عفوا عبد الوهاب وقدم عدة حفلات كما انجز مجموعة مهمة من التسجيلات مع زملائه فيها النوبة الملوف المواشحات والاغاني الشعبية مع القصائد والاستخبارات المرتجلة حذر اخميسترنين دروس الاستاذ علي الدرويش الموسيقية تعلم الترقيم الموسيقي وهذا سهل عليها عملية الانتاج فيما بعد وفي سنة 1934 اصبح من ابرز الشخصيات الفنية لأسهمت في تنفيذ احدى توصيات المؤتمر الموسيقي المذكور وذلك بتأسيس اول جمعية موسيقية تونسية تعنى بجمع التراث الموسيقي مع احيائه وبثه لدى الاجيال الصعيدة وقد انتخبت هيئة اندارية برئيسة شيخ المدينة مصفصفر وعين فيها خميسترنين معلما للتراث الى اخر حياته وبمناسبة مرور سنة على تأسيس هذه الجمعية التي سميت الرشيدية اعتنى بالادب والفن وجمع ماتبه اللاجئون الاندليسيون منه ورتبه واغنيه بالانتاج الجديد المتأثر بالموسيقى التركية توجهت العنية الى انتاج الجديد واجريت مباراة في التلحين بين الفنانين المنتمين للجمعية فاذا فيها خميسترنين بالجائزة الاولى بتلحينه اغنية من نظم المرحوم على الدعاج يطالعها يا ليم يزيني منصاب عينك عيني غنتها مطربة الرشيدية الوحيدة انذاك شيفة روشدي في حفل اقيمة من مسح البلدي بالعاصمة وبمفضل هذه المبادرة فتح مجال الانتاج من خميسترنين فلحنا اول اغاني اولى اغاني الشيخ احمد خير الدين في مقام المية محال كلمة اه تبر العلة كما لحنا الشيخ بالحسن بالشعبين اغنية من نوع الفوندو في مقام حي العراق اللي كويته النار المحبة وشفاه المحبوب حاله ظاهر ما يتخبى من عقله مسلوب وللشاعر محمود برقيبة في مقام رحت لرواح لو كانت تعرف بعدك اللي جرالي لازم تحن وتسخف على حالي وللشاعر الشعبي الحاج عثمان العربي ساحب جديد الزهو في مقام المحير سيكا حسد قلبها والسرية مسمية الخد وردي والهد زنجية والكثير من الشعراء كما زاد الشيخ جليدين النقاش في مقام مزموم اللي بعدك ذريع فكري اللي تعرفت بالقدي وشهرت وكان عنده عدة اغاني اخرى تناول فيها اهم المقامات الموسيقية العربية باسلوب اصيل جعل كل قطعة منها شاهدا من اروع شواهد الفن العربي تفتح لحفاظها مجال الارتجال والتلحين وتلحين شيخ الترنين القصائد كان على نوعين نوع يتماشى مع مدس أبي العلاي محمد اللي كان له الفضل في تكوين المطبق ومنه قصيد شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي في مقام العجمع وشيران قصب المنازل وانشق طيب رياها اشرح موتونا صاببتي في مقام رحة الارواح انوحوا فتسخروا من ادمعي وتنصفوا في الحبي إلا معي فقد توعى فيه اسلوب بالعلاي اللهجة تونسية في مقام رست الديل وتبقى أيضا مقام الرست تبقى للأسلوب العراقي على القصيدة التي ألفها الأستاذ صالح فرحات بالإفرانسية وعنوانها زهرة النرجس وترجمها إلى العربية محمد سعيد الخلصي أما النوع الآخر من تلحين القصائد فقد توخى فيه اسلوبا عصريا تنوعت فيه الأنغام والإيقاعات وتبقه على قصيدة الشعر مصطفى آغا في مقام المهور هجر الحبيب وما درى من بعد هجره مجرى تنوى الخميس ترنين تلحين المشحات بأسلوب أفعلي الطبع التونسي من حيث المقامات والإيقاعات والتركيب ويرجع الفضل إلى شيخ أترنين في إصلاح أوزين مواشحات كثيرة ضاعت إيقاعاتها فأضحط بفضله مستمرة التداول بالأداء والدراسات وهكذا نرى أن حيات شيخ الفنين الخميس ترنين كان زيخرة بالإنجازات فقد كان له دور المغني اللي جمع في أدائي بين العازف على التراثيين الشرقي والتونسي والعازف الممتاز اللي برع في استعمال العود الشرقي والعود التونسي إذن الملحن الأصيل البيرع الذي أضيف أنتاجه إلى سجل التراث التونسي كما كان المثل الأعلى في الأخلاق الحميدة والقدوة للكثير من أفراد الأسرة الفنية نتوصلنا إلى ختم حلقتنا كانت معكم أيميرا لوبيري في برنامج أفروميوزيك وكان معايا في الستوديو وراء الكنسول وفي الإخراج وملكة ليعقوبي إذن إذا كان عندكم نمط موسيقي أو فنين نجم نجم أفريقيا تحبونا نتحطوا عليه تنجموا تشاركونا في صفحتنا وتكتبونا أفكاركم ومقترحاتكم موعدنا يجد إن شاء الله كل نهار ثمين من نص نهار للماضي الساعة على موجات إذاعة فيواء السامة ترجمة نانسي قنقر